نزوح من قلب المدينة إلى أطرافها هنا في مخيم الجفينة في مأرب حيث تسكن مئات الأسر نازحة من محافظات عدة ونتيجة لارتفاع الإيجارات وانعدام المساكن مثلت هذه المساحات التي خصصتها السلطات المحلية كمعالجة محدودة وآنية لمشكلة الزحام وكثرة النازحين من ذوي الدخل المحدود استاجرنا في دكان وبعدها قال لنا صاحب الدكان ما قدرنا ندفع الإيجار وخرجنا يجينا نخيم نخيم هنا تبهذلنا وقدوا يلا مشي حالك أهم شيء يقع لك بما ترقد يعني يقع أهم شيء تأكل تشرب وتستي تكلم لك منظمة قل لك خلاص بشر سلق ذائية ويدي لك قرطة سرس ماذا؟ نحن نشتي ما يقطينا من المطار من الريح وضع معيشي غاية في الصعوبة والتعقيد يواجه الناس هنا حيث تتكشف الاحتياجات الأساسية وتتلاشى إمكانية العيش وسط مخاوف كثيرة من انتشار الأمراض والأوبئة فضلا عن الانتفاءات المتكررة للتيال الكهربائي مع حلول فصل الصيف لتبدو المخيمات والمنازل الطينية التي سمح بإنشائها مؤخرا أشبه بأفران ملتهبة تلفح ساكنيها الحياة هنا تعيبة صراحة يعني عايشنا غصبا عننا مش عايشنا برضانا لا ماء لا كهرباء مدير المدرية بذات وقف علينا الكهرباء وخرج الملدات ويتشتغل والعاملين لسبب ليش قاموا منو عليهم كهرباء لعدة العانة عنا نعاني من الكهرباء ثاني برامل القماء ما بيش المياه ما يصرش لعندنا صرف صحي ما بيش لنهائيا لا يزرعنا أي مخيم صحي ولا يجيش يتفقد الناس تبدو المساحات ممتلئة ومزدحمة في ظل إقبال كثيف ومتواصل من قبل النازحين الذين تزداد أعدادهم وتكل إمكاناتهم المعيشية خصوصا شريحة الملتحكين بكوات الجيش الوطني الذين تقيب مرتباتهم لشهور طويلة غير أن الجهات المعنية أصبحت تمانع في استقبال حالات جديدة نزح الآلاف إلى مأربة بفعل الانقلاب ونزح المئات من المدينة إلى هنا نتيجة ارتفاع إيجارات المساكن والعدامها وبين هذا وذاك تبقى الحياة المعيشية للمواطن صعبة ومرهقة وهي نتيجة حتمية للحرب وتبعاتها خليل الطويل قناة بلقيس مأرب